أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فكأن تسبيح الله وهو تنزيهه ذاتا وصفاتا وأفعال إنما يكون سلوة المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة فحين يفزع الإنسان إلى ربه من قسوة الخلق معه يجد الواحة النفسية التي تريحه لأنه يأوي إلى ركن شديد وقلنا أن الجماعة العارفين بالله شرحوا هذه القضية ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاء عن جفوة الخلق له فقال إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك والتسبيح هو التنزيه ومعنى فسبح بحمد ربك لأنك إذا نزهت الزاب أن تكون كالزوات فاعلم أن ذلك لصالحك أنت زاته مزي زوتنا لصالحك أنت صفاته مزي صفتنا لصالحك أنت أفعاله مزي أفعالنا لصالحك أنت فإذا عز عليك سبب من الأسباب فالجأ فيه إلى الله ليه؟ لأن فعله مش هو فعل وصفته مش هي صفتك أنت تقدر وهو يقدر ولكن قدرك قدرة أغيار وقدرة عجل وقدرة ماكولة بالتشكيك فيبقى من مصلحتك أن تكون قدرة ربك ليست كقدرتك تكون أوسع من القدرة يبقى من مصلحتك أو لا فمصلحتك بأنه يبقى منزه ذاتك ومنزه صفاتك ومنزه أفعال لصالحك أم؟ لأن ده اللي حيجيب لك صفات صفات الخير لما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى منزه أنه يناف لأنه قيوب دي لمصلحتك ولا لا؟ ده كأنه يقول لك نمي الأجفونك لأنني ما بنافش الله إذا متنزيهك له في صفاته لنفعك ولا لا؟ فساعة ما تنزه تعرف أن التنزيه ده عشان يجيب لك نعنى ومدام عشان يجيب لك نعنى يبقى لازم تصحبه بالحمد أنه منزه تحمد ربك تاني على أنه منزه أن يكون مثلك ذاتاً أو صفات أو أفعال توقع تفتكر ندياً يعني آه قالك لأنه ولذلك احنا قلنا حتى في البشر إذا كان إنسان يتفوق في شيء النظر الإيمانية إن كده على التفوق ذا لصالحك لأن تفوقه في عمله ده يمكن هو في مصلحته الخاصة لا يوظفه كل توفيقه في عمله ولذلك يقول لك باب النجار مخلع إنما لما يعمل باب لواحد تاني يبقى إذاً إذا تفوقه في صنعه يعود على ميت أي واحد خياط كويس أنه حيخياط لك أنت كويس وإنت وحش في صنعتك وحشتك في صنعتك ده عايدة عليه هو بالضرب يبقى لما تشوف واحد متفوق عليك في صنعه يقول دي ما هي ده هتعود عليه بان نبي ابن كويس مثلاً يبقى لما يكون متفوق في صنعه مش تحقد ها قول تفوقه في صنعته ياذا سيعوده إيه سيعوده علي بالخير كذلك تنزيه الله ذات وصفات وأفعال عائد بالخير عليه ومدام عائد بالخير عليه يبقى ياجب في التسبيح أحمده على أنه إيه سبحانك أحمده لأنه هو منزح عن الأشياء فسبح بحمد ربك ومدام هتسبح بحمد ربك بقى يبقى التسبيح التنزيه ده جاء لصالحك لأنه يأتي لك بالإيه يأتي لك بالخير كن الله لا يخلف الوعد إحنا كلنا يمكن نوعد ونخلف نزه الله أن يخلف وعده لأنه ده صالحك لأنه وعد المتقين الجن يبقى في صالحك ولا مفي صالحك تبقى ساعة ما تنزه تحمد ومدام هتنزه وتحمد تبقى انغمرت بالنعمة ومدام الغمرت بالنعمة أزد خضوعاً للمنعمة أزد وكن من الساجدين السجود ده هو المظهر الواسع للخضوع لأن الإنسان له وجه اللي بقوه الوجهة وبقوه الوجهة وبقوه الوجهة وبقوه الوجهة وبقوه الانسان لما يكون ماشي كده وبعد ذلك تيجي حاجة ترتشق طيل ولا أي حاجة وساخة أول ما يعمل ما يعملش كده يوضب دي الأول لأن دي اللي بقى لإيه يبقى الوجه ده هو الموجهة يبقى اللي بيجيب أشرف حتة فيه وأحفة حتة فيه ايه ويخضعها له أم قالك ده فضوع ليعطي الإزة خضوع ليعطي الإيه أنا بخضع لواحد عشان يعزيني على الكل إن ما خضعتش للواحد ديه كل واحد أحسن مني في حاجة أسجده واخضع له ولذلك يقول لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجود خلاص ترتاح أربعة وشين إراض والسجود الذي تجتويه السجود اللي انت بتكرهه ده ينجبهتك على الأرض ومش عالب ايه من ألوف السجود فيه نجاته نجاك من السجود لمظاهر القوى المختلفة زأن ايه ويعزيك أنهم يسجدون أيضا معك مش أنت اللي بتنسبت لواحد لك يبقى أيضا تسبيح تنزيح يأتي لك بالنعم ومدام يأتي لك بالنعم يبقى لازم فيه حمد على النعم ومدام فيه حمد على النعم يبقى زيد خضوعا لمين لله خضوع دي اللي هو المظهر أني يقول لك ده مظهر ايه ده عودية دي؟ قل له اه انت كره العبودية ليه اللبز ده بتكرهه ليه؟ لأنك انت شقيت بعبودية البشر للبشر عبودية البشر للبشر شكيت به ليه؟ لأن احنا قلنا زمان ان عبودية البشر للبشر بتعطي السيد خير العبد لكن عبودية الانسان لله بتعطي العبد خير السيد فيبقى انه اللي احنا بقى اه نعم فسبح ادي واحدة في حمد ربك مصحب الحمد ليه؟ ونتيجة لهذا كن من الايه؟ كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تعبود احنا قلنا العبادة هي اطاعة العابد لأوامر المعبود ايجابا او سالفا افعل ديا ولا ايه؟ ولا تفعل شيء الناس بتاخد العبادة على الناس ظاهرية في الاركان الخامسة اقام الصلاة وإيطاء الزكاة وإيطاء رمضان وإيطاء الزكاة وإيطاء رمضان وإيطاء الزكاة ده دي الاسس اللي انبنت عليها العبادة الاسس في اي بنية غير مرافق البنية هو الاساس هو الصالون هو قط النوم هو المصدق لا ده الاساس ده هو اللي انبنت عليه كل هذا يبقى بني الإسلام على خمسة مش هي دي العبادة العبادة دي الاسس اللي انبنت عليها ايه؟ العبادة يبقى العبادة شيء تاني كل ما لا يتم الواجبه إلا به فهوه واجبه يبقى حركة الحياة كلها حتى كنس الشارع ده إماطة الأذى عن الطريق يبقى عبادة اللي بيعمل أي عمل ويفسده به نفع الناس يبقى عبادة نفع نفسه عبادة علشان ما يبقاش مثلا على على الغير عبادة كل حاجة يتم ايه؟ عبادة اللي بيطر فهوه السطحية المسلمين انهم فاهمين ان العبادة هي هذه انهم انها مش هي هذه دي الاسس التي تبنى عليها الايه؟ تبنى عليها العبادة ليه؟ علشان تظهر دائما الولاء الدائم لله مرة تظهر الولاء الدائم خمس مرات في اليوم الله أكبر والشغل ياخدك الله أكبر تيه؟ ده ولاء لله وبعدين مرة تشتغل في الحياة ويجي لك كده وماله وتبقى ضلين عليه لانه جايب عرقك ومش عارف أولا يقول لك تطلع منه شوية ولاء للمنع يصوم كل مثلا سنة مثلا شهر علشان برضو ولاء يقلك لانك انت لما بتجرب ان لما بتصوم بتصوم عن اشياء كثيرة جدا هي حلت لك قبل ان تصوم يعني الفجر بيجي او كل النهار بيجي بيقتعك عن اشياء ايه حلال لك في غيرك حلال لك في غيرك يقول لما يجي الصوم يقول لك ايوة قد تكونوا تركوك لكثير من المحرمات عادة ما ازلني ما فيش حد منا بيفتكر او يفكر انه يجيش رب خمغة بقت خلاص انتهت المسألة ما عادش ما بيش فاحد يفكر انه يلعب ميت ما عادش انطبعت في النفس الانسانية ولم تكن في الايه في العادة لكن ربنا عايز يعيد لك لازف التكليف يوم يجي لك الحاجة كانت حلال بالوقت اوه وبعدين يقول لك الفجر حيزك بقت حرار الله 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 مع ان في رتابة يبقى بده يقطع رتابة الحلم بشيء ان يحلمه عليك وقد حان حلالا لك قبل دقيقة واحدة وبعدين يقعدك سايم كده وبعدين يقعدك تستسلم بأذرك عشان تسمع ميت عشان تسمع الماكلة يبقى دقيقة واحدة ثانية واحدة فاصلة بين امنك انت تفل بؤك عن كل حاجة وبعدين تبتدي قولك لا عجل الفطر اعتمار في الامساك واعتمار في الايه في الافطر عشان يعودك ايه لان كثير من الطاعات تصير عند المؤمنين ايه فأتعادك وهو يريد ان يديم عليك لذة التكليف العبادي مش العادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الناس يقول لك واعبد ربك الى ان تبلغ اليقين يعني لما يجيني اليقين ولذلك بقى دي حاجة بيدحك بقى ناس على ناس يقول لك اني خلاص وصلت الى مرتبة يبقى يقعد كده والناس يصلي وهو ما يصليش يقول لك لا دا قال ايه قال يعني سأت التكليف لان اليقين قال يقول له يا سلام عليك يا اخي دا يبقى سيدنا رسول الله اعمل دا سيدنا رسول الله قاعد يصلي لما يبقى اليقين مجلوش اهداد اعبد ربك حتى اتيك الامر المتيقن الذي لا خلاف من احد ولو ملحدا او كافرا فيه ليه لان اليقين بالغيبيات من خصوصيات المؤمن ربنا قال له على حاجات فرحنا ايه ليه لانه امن بمن قال ما بحثش المسألة دي تيجي ازاي ولا ما تجيش ازاي ما ليش دعوة هو قال كده يعني قال كده ولذلك سبنا ابو باك لما كان يحدث بالامر الغريبي من رسول الله يقول له له صاحبة هالكده هو قال يقول اه ايه اصابق يبقى معنى كده ايه ان بقى عنده كلامه ايه كلامه حجة يبقى المؤمن يتيقن بالغيبيات على وفق من اخبره توسيقه قال له كده يبقى هي كده كده لكن الكافر اموره ايه يشكوا فيها وما يتيقنهاش الا ما تبقى ايه ما حس يقدم وقول له هو هيجيله بقى حاجة وايه ويجندل ويموت وده هتشك فيها اخرى ما تشكش فيه يبقى هذا يقين ولا لا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشرح لنا القضية دي يقول ايه لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت كلنا متألن اننا هنموت اننا برضو مزحزحين اتت اليكين دي شوية كده انما واقع ولا مش واقع يبقى واقع واقعبط ربك حتى يأتيك الايه يقين واذا ما جاءت يقين نقول له هذه اللحظة اللي مش هينفع فيها الايمان اللحظة اللي مش هينفع فيها مين الايمان ولذلك اخنا قلنا اليقين هو تصديق الشيء تصديقا مؤكدا بحيث لا يدخو بالزهن ليناقش من جديد بقت مسألة ايه مسألة سبت وله مصادر اما علم ممن تسق بصدقه واما عيل ترى الحدث فتتيقنه واما حقيقة تدخل فيها يبقى كم مرحلة ثلاثة بقى اليكين ايه ايه امر ايه نصدقه تصديقا جازما ده بحيث لا يطفو الى الزهن ليناقش من جديد انتهن من المسألة دي ودي مصادر كام علم ممن تسق بصدقه واحد انت واسق بصدقه يقولك كذا 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 زي مثلا ما يقول مثلا او ايه او اجماع من الناس ما يتواطئوش على الكثب والله ده نيويورك دي يرعلى كم كثيرة وفيها ناطحات سحاب وفيها الاستريت وفيها مش عارف ايه واحد قال لنا صدق وقعدوا يقولوا يقفنا ان فيه بلد سمع نيويورك ولا لا انما مشوفنا ايه ده العلم ايه يقين مصدره اخبار ما انتسقوا بصدقه ان كان واحد وان كان جماعة يستعيل تواطئهم على الكذب يبقى خلاص انتهت الدنيا كلها الملاحظة وكل حاجة يقولوا على نيويورك انها كده انتهت المسألة فده اسم علم ايه علم بس فاذا زي ما قولنا زمان مشينا كده بالطيارة ونحن رحين حتة كده ونقولوا بص 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 اهي دي نيويورك اللي قالونا عليه بصينا لقاناها كده على جزر وما فيها ناطحات شحاب وامرات ومش عارب كده يبقى ده بقت ايه عين اليقين عين اليقين مما انتسخوا به فان رأيتها بعينك فان قمرتها بالحقيقة مثلا ضربنا مثلا هذه موقت اندونيسيا مثلا وانا قلت للأولاد والله انا شفت مثلا سابع مول نصف متر انا حكت باللعياء على العيان قالوا يا سلام نصف متر ويقولوا نصف متر ويقعد برضو انما ابوه اللي بيقول وما جرموش على انه كده بقى خفا شاب سابع مول وبعد انا اقول لهم على ايه هات يا بنت فتحت الشنطة فتحت الشنطة وجبت السابع الايه بقى انتقل من علم يقين لأ اهل قدامك لأ ايه وبعدين جبنا قشرنا وجبنا السكينة يمكنني عامل صابع مول كده زي ركلام كده ولا بتعلموا عليه ايه ايه كده يعني ايه 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 يبقى اسمع ايدا حق ايه ولذلك الله سبحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضية في الايمان باليقينيات الايمان باليقينيات يرقيها لنه من علم لعلم لحق المؤمن سعد ما ربنا قال له عن طريق الرسول وهو مصدق الرسول خلاص انتهت الايه انتهت المسألة الكافر بيكذب بالحكاة نقول له احنا حن نعلمك بان فيه نار ثلاثة هذه العلم وبعدين حتيجي كده تمر على في السرط تشوفها بعينك وبعدين نروح مدخلينك خلاص خلاص كده يا كافر احنا حنقولك ان فيه نار وبعدين نورهالك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلموه ثم كلا سوف تعلموه كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الشحين لترونها ثم لترونها عين اليقين هاد عين اليحد شوفها كده احنا نراها تمروا علىها كده ساعة الورود لكن لسه مدخلوش يجي في آية ثانية بقى يدينا الصورة الثالثة يقول ايه فلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسمه بمواكع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن في كتاب مكنون لا يمسوه الا الايه تنزيل من رب الايه اففهذا الحديث انتم مجنون وتجعلون نسبابنا مجازمون فلولا اذا بلغ في الحلقون يعني الروح وانتم حين اذن تنظرون ونحن اقرب ولكن لا تبسرون فلولا انه ايه ايه فلولا ان كنتم غير مديننا فترجعونها ان كنتم صادقين احنا حلقون رجعوها بانتم فأما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وأما ان كان من المكذبين الضالين فنزلوا من حديث وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين يبقى علم اليقين وعين اليقين جاء في صورة الهاكمة وحق اليقين جاء في الايه في الصورة الهاكمة ولذلك قال لي الامام علي رضوان الله علي ما السلل اليقين بقى ايه قال لو انكشف عني الحجاب يعني الامور التي حدست هنا غايبا لو الحجاب انكشف وشفتها كده مزدته يقينا كشف الحجاب ده لا يديني حاجة وشيدنا حزيفة لما سأل قال له كيف اصبحت قال له ايه قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا مؤمنا ايه قال له لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك كلمة حق دي صعب شوية قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الذهب زي الخصر الله اكبر وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون والى اهل النار في النار يعزبون قال له عرفت فالجنة ذلك هو الايه هو اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه انظر 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 بايه اما ان ينظر باشياء دنيوية كنصر الايمان على الكفر وده حصل واما ان ينظر بامور اخرى الامور الاخرانية هتحصل لهم امتي في يوم القيامة ولذلك القرآن قلنا في القبل كده فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك احنا نعدهم بانهم هم حينهزهم سيجم الجمع ويولونا الضفر وقلنا لك انهم هم حيعزبك النار الامور اللي احنا قلناها اما ان تراها بعينك واما ان ذهبنا بك اي قبضناك الينا قبل ان تقع فستراها في الايه او نرينك في حياتك بعض التي ايه هنا بقى مدام الانذر وانذرهم طبعا والعياذ بالله بالعذاب وانذرهم بالشر يبقى اما ان يكون في الدنيا واما ان يكون بالايه اما في الدنيا فقد قال كفيناك المستهزئين وانتهت المسحب طب يبقى بقى الاخرة اتى امر الله اتى امر الله مرحلة من مراحل الاخبار بما ينزلون به لانه مرة اقول ايه اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة الساعة اللي حيجي بعدها ايه الحساب والعذاب اقترب الساعة مش لانه مخفزاته بل ما فيه من الحساب والعقاب طيب هم يقولوا ساعة ما نزلت اقتربت الساعة قالوا طب ننتظر شوية ممكن الكلام ده صحيح وكيب احكاية فخفوا شوية وبقتين قاعدوا شوية كده ما جايبش الساعة قالوا ايه يعني انتظرنا وقلنا تقترب ولا حصلش فنزلت ايه اقترب للناس حسابهم الامر اللي حيجي في الساعة قالوا الله نستند شوية برضو اذنوا شوية وقعدوا مدة كده ما حصلش اي حاجة فنزل قول الله اتى امر الله ساعة مسيمه اتى امر الله حتى المسلمين فزعوا فلما فزعوا الاسعاف جاي في نص الاية هل فلا تستعجل يعني مش دلوقتي طب منوا شوية طيب نقولوا الاحداث حين يخبروا بها كل حدث له ظرفين قلنا ظرف زمان وظرف مكان والافعال التي تدل تدلوا على هذه الظروف اما فعل ماضي يبقى ظرفه قبل ان تتكلم وفعل مضارة ان كان مكروم بالسين ولا بسوفة او مش مكروم بهم فان لم يكن مكرومي بقى دل على انه حياته محمد يعمل ايه يأكل يأكله يأكله غير سيأكله غير سوف يأكله يأكله يأكل يعني هو بسبب الايه سيأكله يجهزوله 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 الصفر سوف يأكله ويجهزه الطعام لسه في المطمئ يبقى اذا الازمان كام؟ ثلاث ماضي وحال ومستقبل ثم تخبره به ثم تخبره به فاذا كنت منتظر حد ضيف ولا حاجة وانت قعد كده في الصالون منتظره يقوم ابنك يقولك اتى فلان شايفه جايفة اتى كلمة اتى ديا اخبار لك انت انما اتيانه قبل ان يتكلم بها المتكلم لانه ما تكلم المتكلم الا بعد حدوث امين ماذا بعد حدوث العدد؟ يبقى حصلك النسبة الكلامية بعد بعد النسبة القارجية لكنا قلنا زمان ان فيه نسبة ثلاثة بتعتور الانسان نسبة زهنية قبل ما تتكلم اي كلمة بتجيب بالك انك تقوله هادي اسمها نسبة ايه؟ زهنية وبعدين تقوله يبقى نسبة ايه؟ كلامية هل النسبة الخارجية حصلت قبل دون ولا هتحصل بعد دون إن كانت حصلت قبل دون يبقى اذا كلام ماضي حضر فلان يبقى النسبة الخارجية حدثت فجاءت النسبة الزهنية فجاءت النسبة الكلامية لكن فلان سيخرج حصلك نسبة زهنية ويوجد عليك مسترد ونسبة خارجية تحدث في المباراة في الماضي يحدث مع تفضل كبيرة ونسبة خارجية ونسبة أخرى ونسبة كلام في المباراة في المباراة تحدث في النسبة النسبة الزهنية ونسبة الكلامية وبعدها تأتي النسبة يا دلوقت يا في المستقبل القريب يا في المستقبل البعيد فإما أن تأتي مصاحبة وإما أن تأتي مستقبلية قريبة أو بعيد هاتبقى أتى أمر الله حتى النسبة الكلامية هي تيجي بعد النسبة بعد النسبة الخارجية وهل أتى أمر الله دا لو أنه أتى أمر الله ما كان يقول فلا تستعجلون لأن فلا تستعجلوه معناه أنه مجاش ما تستعجلش الشيء يبقى مجاش وأتى تدل على أنه إيه أتى هذه اللي بيقولوا علىها فيه تناقضات بقى يقول لك إزاي يقول أتى مع أنه دا يدل على أن النسبة القالجية حدثت قبل النسبة الزهدية والكلامية وكلمة فلا تستعجلوه يبقى دل على أنها ما حصلتش وحتحصل بعدها يبقى كيف هي المتكلم نوعات نوع يقول للشيء حصل ولا يحكم بأنه في المستقبل هيبقى لأنه ما هوش قادر على إيجاده على وفق ما قاد يبقى المتكلم من البشر مش هيقول على شيء جيه إلا إذا كان آه جيه بالفعل لأنه ما يقدرش يقول على شيء لسه هيجي أنه جيه لأنه يمكنك ما يجيش يبقى خلل في علمه وإن كان الفعل منه يبقى خلل في قدرته وإذا ما يقدرش عليها إذا لا يقولوا للحدث إلا إذا كان النسبة إيه وقعت فيقولوا بالماضي وإلى لفاين أعطي الله شكرا